بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء طلاب الصف التاسع درسنا لهذا اليوم بعنوان الإيمان بالقدر الجزء الثاني أهداف الدرس يتوقع من الطالبي في نهاية الحصة أن يستنتج مراتب الإيمان بالقدر وأن يعدد أنواع الأقدار فما هي مراتب الإيمان بالقدر وما أنواع الأقدار؟ هيا بنا لنعرف ذلك وقبل أن نبدأ في أهداف الدرس هيا بنا لنتذكر أهم ما أخذناه في الدرس الماضي عرف الإيمان بالقدر قلنا أن الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته وأخذنا أيضا حكم الإيمان بالقدر وقلنا أن حكم الإيمان بالقدر واجب وأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره الهدف الأول مراتب الإيمان بالقدر ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب سنستدل على كل مرتبة منها بآية من كتاب الله عز وجل مراتب الإيمان بالقدر أولا العلم وهو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلة فعلم الله بكل شيء محيط والله لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ثانيا الكتابة وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إمام مبين يعني اللوح المحفوظ ثالثا المشيئة فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن ليس في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى ولا يكون في ملكه إلا ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون رابعا الخلق فإن الله جل جلاله خلق كل شيء من السماوات والأراضين والجبال وسائر الدواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلق كل شيء فقدره تقديرا نستنتج من الآيات الكريمة أن مراتب الإيمان بالقدر هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق إذن مراتب الإيمان بالقدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق هيا بنا إلى أسئلة التقويم السؤال الثاني تدبر الآيات الكريمة الآتية واستنتج من كل منها مراتب الإيمان بالقدر وهي الآيات التي سمعناها منذ قليل عزيز الطالب أوقف الفيديو قليلا ثم أجب على السؤال ممتاز نستنتج من الآية الأولى مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر ونستنتج من الآية الثانية مرتبة العلم ونستنتج من الآية الثالثة مرتبة المشيئة من مراتب الإيمان بالقدر الهدف الثاني أنواع القدر ما أنواع القدر؟ أنواع القدر أولا ما يملك الإنسان الإختيار فيه ثانيا ما لا يملك الإنسان الإختيار فيه لنوضح أنواع القدر قسم العلماء الأقدار التي تحيط بالعبد إلى قسمين الأول ما يملك الإنسان الإختيار فيه والثاني ما لا يملك الإنسان الإختيار فيه ما يملك الإنسان الإختيار فيه مثل الأعمال الإختيارية والتكاليف الشرعية مثل الصلاة الصوم الزكاة الحج وهذا النوع يتعلق به الثواب والعقاب بسبب الإختيار النوع الثاني ما لا يملك الإنسان الإختيار فيه مثل الرزق الأجل الصورة التي خلق الإنسان عليها وهذا النوع لا يحاسب عليه الإنسان ولا يسأل عنه يوم القيامة لأنه خارج عن إرادته فليس داخل إرادة الإنسان إختياره لشكله أو لزمنه أو لأجله إذن أنواع القدر ما يملك الإنسان الإختيار فيه وما لا يملك الإنسان الإختيار فيه نشاط صنف عزيزي الطالب الأمثلة الآتية الصلاة العمر الخلقة الخلق الرزق الصوم الأمانة لون البشرة الصدق الطول ضع كل كلمة أو كل عبارة من هذه العبارات ضمن الجدول في المكان المناسب إما في النوع الأول ما يملك الإنسان الإختيار فيه وإما في النوع الثاني ما لا يملك الإنسان الإختيار فيه ما هي الإجابات الصحيحة ما الكلمات التي ينبغي أن توضع في النوع الأول وما الكلمات التي ينبغي أن توضع في النوع الثاني الكلمات التي ينبغي أن توضع في النوع الأول هي الصلاة الخلق الأمانة الصدق الصوم فهذه أمور يملك الإنسان الإختيار فيها فالإنسان يستطيع أن يصلي ويستطيع أن لا يصلي يستطيع أن تكون أخلاقه حسنة ويستطيع أن يكون غير ذلك يستطيع أن يكون أمين ويستطيع أن يكون غير أمين هو بيده أن يكون صادق أو أن يكون كاذب بيده أن يصوم يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات وبيده أن لا يصوم أما الأمور التي لا يملك الإنسان الإختيار فيها العمر الخلقة الرزق الطول لون البشرة فهذه أمور خارجة عن إرادة العبد فلا يستطيع الإنسان أن يحدد أجله أو خلقته طول لون بشرته الرزق الذي يرزقه هذا كله ليس بيد الإنسان إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يملك الإختيار فيه وإلى التقويم مجددا السؤال الثالث أكتب بجانب كل مثال من الأمثلة الآتية نوع القدر الذي يدل عليه أولا الاعتياد على تأخير الصلاة ثانيا أجل الإنسان ثالثا قيادة السيارة بتهور مما يسبب حوادث مع الآخرين أوقف الفيديو قليلا عزيزي الطالب ثم أجب على السؤال ما الإجابات الصحيحة؟ ممتاز أولا الاعتياد على تأخير الصلاة هي من نوع القدر الإختياري الذي يملك الإنسان الإختيار فيه فهو يستطيع أن يصل الصلاة على وقتها ويستطيع أن يؤخرها ثانيا ثانيا أجل الإنسان إجباري هذا ليس بيد العبد أن يحدد متى سيموت وكم سيعيش فهذا من النوع الذي لا يملك الإنسان الإختيار فيه ثالثا قيادة السيارة بتهور مما يسبب حوادث مع الآخرين إختياري فالإنسان بيده أن يقود السيارة بتمهل وبيده أن يتهور ويسرع فإذا هو من النوع الذي يملك الإنسان الإختيار فيه ملخص الدرس مر معنا في هذا الدرس الكلام عن مراتب القدر وعن أنواع القدر مراتب القدر قلنا العلم الكتابة المشيئة الخلق وأما أنواع القدر قلنا أنها أولا ما يملك الإنسان الإختيار فيه كالصلاة والصوم ثانيا ما لا يملك الإنسان الإختيار فيه كالرزق والأجل انتهى الجزء الثاني من الدرس وإلى اللقاء مع الجزء الثالث إن شاء الله تعالى وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر